اشتركوا في القناة الجماهير المغربية قبل هذه المواجهة لكن ما كنتشغل معناه اكيد ان بعد الجماهير المغربية فهي تحمل صور صاحب الجلالة الملك محمد سيد نصر الله كذلك في المقابل كنين بعد الجماهير اللي جابوا معهم الاعلام الوطنية وكنين اللي ترتادوا القاملس الوطني المغربي انحاولوا اننا ناخدوا لكم التسامات قبل المباراة ورجعوا لي الفرق وانشاء الله عندنا فارق زوين فارق قوي والحمد لله برهان عليه هو اللون هو اللي غادي إن شاء الله هو اللي غادي ديها نحن بتأكدين بيئة في المئة غادي ديها هل نتمنى كانت منى اليوم الفوز وغادي نكون الفوز إن شاء الله وغا تكون حق الفرحة وديما مغرب وماكين المغرب هل تأوقع ديها كل تشكيلة دي المتخبو هل توقع نفس التشكيلة أو يكون اللي تشتغير ؟ الآن شاهدت لنائز لأن تشكيلة عندنا يلي خايل اللي لعبها ويقول الله يحفظ لها تعتبر لنا شيء واحد ونحن كنتم نوم يعطب لنا شيء واحد بس كنتم شكلة هذا مزيئة وفارق ديما مغرب تاقف وليدة عموتة؟ اوه عموتة راديانة وهو كين بعدها اصلا حن كنتم يقوفين محالة دي وكنت منها ورجع من المغرب ويكون في المغرب هاو الحمد لله ارجع بهذا وديما مغرب وغاسبقة ديما مغرب تبارك الله اخوة اخوة ديما أشكوى الله أشير اخوة ديما مغرب أبرا أحاول اخيذ مشاهدة قناة شرطة في فهذه الأجواء الستنائية فهذه الأجواء الستنائية التي نعيشها ونحاول أننا نستقصر حراء الجنبهار المغربية كذلك وخيخوى من نسبة التوقع ديالك المقابلة المتغر اه ماشي مشكلة اجيت 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 كيف تشوفوا اليوم الماضي للمنتخب أمام منتقب جزائر كيف تشوفوا معنا المنتخب الوطني المغربي في الجماعير المغربية فقد يتعيش أجواء داخل المقهر كلها هتحاول أن العدف الوحيد هو المنتخب الوطني يخرج منتصر بهذا المواجهة خصوصا أن المواجهة بعد المرور من المواجهة يواجهوا البلد المنظم المنتخب الززائري وحي اخي اخي يعني بالنسبة للمقابلة اليوم المنتخب الوطني ومنتخب الزاقري توقعت ذلك وشنو الرسالة تقدر تSamus توقعت ذلك أنت ديمة مغربية وديمة مغربية ان شاء الله توقعت ذلك المغربية Soldat يتحفظ نتيجة إجابية ان شاء الله رسالة اللاعبين يعني قبل المواجهة يكونون في المستوى ويكونون في الهارم اليوم إن شاء الله ويكونون عموجة يتخذ داخل الشباب المستوى ديالهم حل صفيان راحيمي حل ديال صفيان راحيمي يعني كما قلت صفيان راحيمي سفيان راحيمي رح تحكد رسميا أنه داخل في هذه المواجهة والمنتخابرة غديدخل بخطة ديالربعة ثلاثة ثلاثة يعني غديلعب ثلاثة في الهجوم أول مرة عموجة هو خطة العموجة معروفة على الانسان الا اول مع الحاجة وجاء في الشباب كلام وخطة هنا واحدة لا وزوينها ومال para كنتاج واحدة هنا و إن شاء الله كانت وتذهب para المغرب وليغase مغرب ولكن المقابلة كان يقضي بين حدود شجاء الله انilliه هناض جيب جيد نتجه النتجة لمباراة نتجه أخونا والله ان شاء الله نتجه عبدكم بفضل زيروق بإذن الله و أتمنى الله للعرابة لا تغرروا ويكونوا مستبوتون ويتضعون في النفس خاصة أيضا لن يحطبون لها أ vezes يتعلم لها يحتلون خاصة هالي يتعلمون من التغرر ومن شاء الله ربعا مرحبا أكوين مرحبا أكيد أستاذ يعني كيف تشوف هذه المواجهة ما بين المنتخب الوطني والمنتخب الجزائري السلام عليكم بسم الله الرحيم ورحمة الله ورحمة الله نزح من المنتخب المغربي ونقل خوضنا الجزائري هنا خوض مع بضيتنا وما تفرق فينا تحت شي هذا وهذه ركتة أسورة ونبعد بعض هذه العنام لأنه مغربي عربي بواحد يمسواهم جيداً في في قرى وفي هذه ديسيبلي مع قضيتنا وكنتقول لهم ما يديوش على الدينارار الديوكم شوية ارام الفاغني يديرون لنا واحد لمشكلة ولكن احدان لم نرسلوا ليش لك المشكل وكنتب للمنتخب المواجهة اللي بحرد ساعد إن شاء الله يحول الله والزائري الآن يلعبون وربحون ونظرون لهم تبنى الربح منسبة للتشكيل دي العموتها كنا نقول الساعة موتا تقول لنا بحث تشكيل الغوينة اللي هي هتفرّج تفرّج الشعب المغربي وتفرّج الشعب المغربي والسيدنا اللي ينصره والله يشافيه والله ينصر الشعب المغربي جميع المنطنجل القويرة جماهير المغربية فهي جد متفائلة بخصوص مباراة لقد يجمع بين المنتخب المغربي والجزائري فالكل يعني كما نقوله أكيد معنا أحد المتشجعين المنتخب الوطني المغربي أكيد اليوم مقابلة لا تقسم القسم على اثنين المنتخب الوطني كي يواجه المنتخب الجزائري كيف تشوف المقابلة بها الأقش Hakat ن levels قادمة في تعليم تشكيلا من الأول تقدر أنها تنزل في وقت متقديم المنتخب الوطني سيواجه المنتخب القطري لمنتخب البلد المنظم المنتخب القطري لمنتخب الوطني سيحفز اللاعبين بلدهم أكثر ماذا تشاهدون لجمع الحكاية في البلد المنظم كما تقولون هذا الشعار الأخرى تفارك الله كما تشاهدون هنا مشاهدي وقناة شوقيبي فأكيد الجماهير المغربية كلها تفاعل خصوصا أنها تقيقة في اللاعب المحليين وهذا هو المطلب ديالهم فبالإضافة اللاعبين دي المنتخب الوطني المتعاملين يعني خارج الوطن كانوا يطالبوا باللاعب المحلي وهذه فرصة أنهم يعبروا على الرأي ديالهم في اللاعب المحلي وقفوا يا هذه فرصة يعني أبناء عموشة الآن يعني فرصة على التاريخ تنعى تابروا أن مقابلة يتعيب لكن الخصم الآن هو المنتخب الزائري كيفاش كتشوف هذه المقابلة؟ إن شاء الله مهمة وإن شاء الله مهمة يشغل اللحظات وإن شاء الله مهمة حسننا بحض الوطن أثنين بردح وإن شاء الله مهمة إن شاء الله لما لا نجيب معنا القاس العراهية من قطار يقول أي فارق يعني اللي غيناه في قطار نفس الساعة دي بي في سواء القطار إن شاء الله قطار إن شاء الله نحن متصلنا إن شاء الله نحن لا قطار نبدأ ما غدي شي خوف نغد نحن هدو حد شي قابت شام نحن حافظ عمو شغط أصبحت طرح إن شاء الله نحن حرف على عربي إن شاء الله ونصبوا عن المغربي إن شاء الله وحامد لله مواجه ويمغ عدام وديمة ديمة ديمة مارو ديمة مارو مرحبا أصبحت مقابلة دي للمغطن المغرب ومجربي في ساعة شوف أصبحت كثير من لخه من عشر المغربي للمجمع النوخ باك الله لكوية مقابلة المتخب الوطني أمام المتخب الجزائري كيف تشوف هذه المباراة بعدها؟ حان ماهتم بشفال فرائبة وح 급 نحب أن نراحل كيف تشوف ان نراحل بالغاية؟ كيف تشوف اللاعبين المتخب الوطني؟ نحن جدا ومن النافت المنشف فضل يا فقط فمتعنا أفكار الحصان كيف تشوف البقاء؟ عملنا أحسن اللاعبين في البلطولة وشجهنا لجاء الفرصة بأن المدرب المدرب الأول يبدأ يعتمد على اللاعبين المحليين في الوقت المرزوين وتعاملهم، جاء بعض الحادث والبوفاب الهوضاء إنه كافذ الشاكر الهوضاء، لقد منطلقوا لقية أعمال ولم أرسلوا وطلقوا بشكل جديد، هذا المنزل ب Objective ليس فقط في محاولاتها، مرّاها حينما تشكي لذلك اليوم أول مرة يخشد بثلاثة في الهجوم بانتسارقي رحمي أحداد كيف تشوف هذا الموقع هذا؟ يعني هجوم من الدفاع ما هو هجوم فول؟ هجوم فول وفرق عرب كشان من الدفاع عشب الهجوم غير مشاهد شاقين فدر موشاقين شبارة الله عندما يقولوا الكلمة ديره من شاء الله وكاس عربية وديما ديما أنا والسيدة أعطينا واحد ديما مغرب والله ينسرسيدنا تبارك الله الهجوم إذا مشاهدي قناة شوكتيف فكما كتبوا معنا فلاحظت قبل المواجهة المتخابة بين المتخابين المغربيين وكفيروا مستعدين وكنت سنة ويمتردى المال والله يتم مستعدين لكم وإن شاء الله سيرربحوا ونكونوا في الفينار وإن يتلقى معنا أضربوه بخمسة في الفينار وإن شاء الله سنكونوا زايد قولي إيبا من المغربيين قولي إيبا من المغربيين وإن شاء الله سيرربحوا ونكونوا في الفينار الآن أحد المقائل المدينة للمغارس فكما تشوفو فأجواء استثنائية فأجواء 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 كيف يبدو الماركة اليوم؟ ما حال تقريبا فأجواء 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 فلكنت أمريكا برازيل فكذلك إفريقيا إفريقيا وبرازيل إفريقيا وأجواء الاجواء في المغرب الان فهي اجواء استثنائية احنا كنمر على يعني الشوارع فهذه الشوارع تقضي قريبا فهي بدأت اه الحركة قد تخفيها خصوصا لان الكل الان يعني الكل الان ولا اه بالو وعقلو يعني امشان ينصل يعني احدى المقايا او يصل لمنزل دياله من اجل المتابعة ديال المباراة اللي غاد يجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري كما كنقولو مقابلة فقط ديكتسعين دقيقة الرابح فيها الاكبر فهو اه الفارع اللي غاد ينتصر وتكون الروح الريادية اه ما هذا دالك فايمكن اه كما شارو الجماهير فا اه احنا دائما الشعب المغربي والشعب الجزائري فهما خوا خوا لكن اه كما كنقولو الكابرانات الجزائرية فهما الاعدم رأي اخر لكن الشعب الجزائري الشقيق فهو واعي واعي بهذا يعني كما كنقولو بات امور هادي والشل تخلي الشعب الجزائري والشعب المغربي فممتام بني معاهم وفهدي فهي مقابلة فقط ديالكورة الحادرة بعد كما نجم مشكلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة